هذه أبرز العنوين رسميا بلدي المحلية المصرية يعل تعاقده مع محمد النهيري في صفقة لانتقال الحر عملاق الدول الأوروبية يفاجئ الوليد الرجراجي مدرب أسود بعرض رسمي لقيادة فريقه في الموسم الجاري المنتخب المغربي خسارته أمام جنوب إفريقيا تحرم اللعبين من منح مالية دخمة وليد الرجراجي يرد بقوة على موضوع أشرف حكيمي بعد تضيعه لضربة الجزاء وهذا ما قالها أعلن نادي بلدي المحلية الممارس في الدول المصري المتازة تعاقده بشكل رسمي مع المغربي محمد النهيري في صفقة لانتقال الحر وكتب النادي المصري عرابر حسابته على مواقع التواصل الاجتماعية الدول المغربي محمد النهيري ينتقل إلى بلدي المحلية في صفقة لانتقال الحر وخاد النهيري العديد من التجارب الإحترافية في البطولة الإحترافية إنوي من بينها الويداد والرجاء الرياضيين فضلا عن الفتح والنهضة الزمامرة ويتواجد بلدي المحل في المرتبة التائت عشر من الدول المصري الممتاز برصيد عشر نقاط بعد لعب عشر مباراية تردت أنباء عن رغبة نادي أولمبيك مارسيريا الفرنسية في التعاقد مع مدرب المنتخب الوطي المغربي وليد الرجراجي لتولي مسؤولية الفريق الفرنسي خلال الموسم الجاري ويأتي هذا الاهتمام بعد النتائج المميزة التي حققها وليد الرجراجي مع المنتخب الوطي المغربي ولم يبدو الرجراجي أي اعتراض على فكرة تدريب نادي أوروبي بل أكد مرارا أن ذلك من أحلامه المستقبلية ويعد مارسيريا خيار مثالي للرجراجي حيث يضم الفريق تلات لعبين مغربة ومع زدين أنحيئة من حريطة وبلال نادر ويواجه نادي مارسيريا صعوبة في حسن مصير مدربه الحالي جينارو غاتوزو حيث لم يقدم الفريق أداء مقتنعا تحت قيادتها فهل يحقق وليد الرجراجي حلمه بتدريب نادي أوروبي من بوابة نادي مارسيريا أو أن الجامع الملكي المغربي لكرة القدم لها رأي آخر في إبقائه على عارضة المنتخب وهل سيصبح ثاني مدرب مغربي بعد بن عطية الذي يشرف على إدارة تقنية لفريقه في الدولة الفرنسية خسر المنتخب المغربي من حمالية مهمة بعد الإقصاء من دور ثم النهائي كأس يومم إفريقيا التي استضفتها الكود ديفوارا عقب خسارته أمام منتخب جنوب إفريقيا وكانت الجامعة الملكي المغربي لكرة القدم قد قررت تخصيص من حمالية للعنبينا حال تحقيق نتائج إيجابية في البطولة حيث بلغت المنحة المالية لكل لعب في حال تجاوز دور ثماني نهائي 1.3 مليون دولار وبهذا يكون المنتخب المغربي قد خسر فرصة الحصول على هذه المنحة المالية المهمة والتي كانت ستساهم في تحسين وضعية اللعبين المالية ويتطلع المنتخب المغربي إلى تعويض خسارته في كأس مم إفريقيا من خلال تحقيق نتائج جيدة في المباريات المقبلة سواء في تصفية مؤهلة لكأس العالم 1026 أو في المباريات الودية أكد مدرب المنتخب المغربي وليد الرقرقي في الندوة الصحفية التي تلت الإقصاء من كأس مم إفريقيا الجارية في الصحي العاج الكان على يد جنوب إفريقيا صنع العديد من الفرص ولم نستغلها وفي هذه المسابقة النجعة تبقى مهمة وواصل الرقرقي اختياراتي اتحمل مسؤوليتها فلست إنسان يخبئ ولا تتحدث عن لاعبين اعترف بمسؤوليتي في الإقصاء ولو سجلت ضربة الجزاء لتغير كل شيء وتابع وليد الرقرقي اتحمل مسؤولية من حركة الجزاء لأشرف حكيمي الذي يسددها دائما بشكل جيد في التدريب واختتم قائلا هذه المجموعة ستتعلم إنها مسابقة معقدة غبع فيها اللاعبون بسبب الإصابة وهناك الشباب بدأوا في التأقلم ولم نكن ننتظر منهم أكثر مما قدموها اليوم كان فشل مدرب وليس اللاعبين وودع المنتخب الوطني المغربي مصابقة الكارنر الكوتيفور عقب الهزيمة أمام جنوب إفريقيا بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعت الطرفين لحساب ثمو النهائي المصابقة القرية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة